رح ضوي على بعض النقاط اللي بتخفف من أناقة وركي الأشخاص أهلا وسهلا فيكن أول نقطة هي نوشوش الأشخاص يعني أولاً تعطي إمبريشن للأشخاص تانين إنه نحن ثرسارين وهالشي أبداً من نلايا يعني شوفوا أوقات كتير فكروا بأشخاص بتكون موجودة معكم بالشغل بالعمل بتشوفوهم قاعدين كل وقت بش 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 وحطت إيدوا هيكي بهالشكل حتى من أيام المدرسة كنا نتضيق من هيدول الأشخاص اللي بيبقوا هيكي قاعدين وبيبشبشوا كيف إذا الإنسان صار بالمجتمع أنا بلاقي كتير بالمجتمع بيبقوا قاعدين وخصوصاً بالصهرات تنين قاعدين جنب بعضهم فينا نحكي على صوت واطي برواء من دون ما نستعمل إيدنا بهالشكل من دون ما نحسس الأشخاص إنه نحنا عم نحكي عنهم كمان في نقطة أوقات نحنا مضطرين يمكن صبية شاب بدوا يحكي أمه شي بسيط يمكن يعتذر من الموجودين باعتذر بدي أحكي كلمة لولدتي لصاحبتي لصاحبي لمدامتي مش مهم ولكن منقرب على الشخص على رواء منحكي معه من دون هالاستخدام هالحركات اللي ممكن تعطي رمائلة إيمي للشخص بالذات تاني نقطة وهيدي بتقلل من أناقة الرجل والسيدة وكمان منحس هيكي بضعف شخصية الاعتذار الدائم على طول كل ما بتلتقوا فيهم على مدة شلا عشرين سنة كل ما بتلتقوا باعتذر ظاهرة ماني مضبطة شعري ما بعرف ليش هيك طلعت ضفيري مش مضبطين يعني طلعت بسرعة ونحنا منكون مش منتبهين بيكونوا كتير مناح أولاً بتعطي قلت سقا تانية منصير نحنا مش عارفين شو بدنا نقلهم انه لا انه انت كتير منيح وما بده هالقد يعني بدنا ننتبه على هالأمر بالذات منق على طول على شكلنا وعلى هندامنا وعلى بالعكس نحنا نكون نضاف مرتبين وما في ما في أي أشكال بفتكر بدي روح لتالت نقطة اللي الكلام الكلام على صوت عالي خلاص يعني وصلنا لوقت انه الاحترام واجب ما منحترم الاشخاص الموجودين من نادي الاشخاص هيك بهالحركات العالية يعني الحركة ما لازم تكون بعيدة عن الجسد تبعنا ما فينا كل الوقت هيك نحكي مع الاشخاص بحجة شو انه انا هيك انا طبيعي انا هيك طبيعية ما بحب الحركات الاتيكات والحركات تركوا الاتيكات للكون انا ما بقدر اعمل كنترول مثلا فيه ناس بتقولك هيك ولكن مادام مادام ما حدا قال انه الاحترام الهدوء طلب اي شي بالحياة نقول عمول معروف اذا سمحت شكرا للك هيدول كلهم ما بفتكر انه منهم اشياء طبيعية حتى لو نحنا موجودين بين اصحابنا واهلنا ما نحنا موجودين بين اصحابنا واهلنا هدول اكتر الاشخاص اللي منحبهم رابع نقطة الاشخاص اللي ما بتترك حدا يحكي تعرفوا انه يمكن هيدول اكتر اشخاص فيي يقول انا انه ما عندن ثقافي هنه بيفتكروا انه عندن معلومات كتيري وبدون يعطوها رح قلكن ليه لانه الشخص اللي على طول بيحكي ما بيتسمى على غيره اصلا ما بيعرف شو حتى غيره جاوبه ام ما بيحس بوجود الاخرين انه هنه بحقلن كمان يبدو رأيهم ما بيفتكر هيدا شي بيبين انه هيدا انسان انيك عطوني رأيكم خمس نقطة وملبكة لاني ما بعرف كيف بدي اقولها وصدقوني لو انا وبشكر كل هالصبايا اللي موجودين الشباب مش رحقول بس انهم بنات هالشباب الصغيري اللي عم بتتبعني وشكرا من القلب ولكن في حركات بعض الاوقات حك بمحلات معينة بالجسم ام خصلة ما عم بحكي لما منحك كلنا نقطع بيمكن نحك بشكل طبيعي بتقطع ولكن لما بتصير خصلة كيف ما بتتطلع بالشخص باعتذر باعتذر حاطة ايده بأنفه ام بحك بجلده بجسمه ام بيستعمل حركات بجسمه خصوصا الشباب بيتعودوا عليها رجاء يعني بفتكت لكل فهم علي اذا عندنا هالخصلة نحنا عم منقول عم منضوع هالنقاط لا نخففها مش اكتر من هيك سادس نقطة هي قعدة السيدة انا ما عم بقول انه السيدة ما لازم تكون قاعدة بشكل مرتاح مرتاحة اخذ كل الوساعة انا موجودة انا هون ولكن في شباب وفي سيدات ما بعرف ليه بيعتبروا انه ما الاتيكات بتقول انه انا مش ما ضروري اوقف مما بيوصل بعتذر الاتيكات متحركة وبتمشي على طول مع الجو كيف انا ما بقدر اوقف اذا في شخص اكبر مني سنا نوصل ام حتى مش بس قبل قبل كنا نقول انه لازم تكون المرتب كتير عالي لست توقف هيدي لما كانوا في سطينة كتير كتير كبار وفيهم تحت حديد كانت ما توقف غير لما الا ما يجي رتبة اعلى كتير قوية لا حدا يسعفه تقدر توقف ولكن اليوم الشبه مش لابسين يعني ما فيش يعني بيزعج الحركة تبعنا معليه اذا وصل شخصه افناله معليه اذا طلعنا فيه وتبسمناله هالكبرية اللي بتبقى ست قاعدة فيه اوقات انه انا هاي الاتيكات بتقول هيك هاي ملنا ااتيكات ولا كمان الاشخاص اللي انه ايه شو خلص ضروري انا اقفلو لا 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 هدول نقاط صحيح صغيرة ولكن بتأثر كتير بالاشخاص اللي عندن احترام للاخرين ونحن اتفقنا انه الاحترام ما بقى رح نحكي فيه لانه هيدا الشي لازم يكون اساسي انا بدي اشكركم وبدنا نطلع على التواصل اشتركوا في القناة